السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكي يا حبيب النهاردة اعمل فيديو بتاعنا بسيته وجامل ومفيد جدا 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 للبشرة هتخلي البشرة بتاعتك ناضرة وجميلة ونعمة واشرتين ده في زيوت جميلة جميلة مفيدة للبشرة هنصلى على رسول الله كده ونخش هنشوفه هنعمل المسك بتاع البشرة ده ازايا حبيب اهم حاجة هنجيب طبعا اشرتين تلاقيه مليان كده وجميل ومحمر ومش ناشف كده ولا رؤية انا وضربوك كده في الكبه يا حبيب قلبي لو ما نعمش منك هنجيب الهند بلينتر كده اوزين ويوب كريمة اهم حاجة الضرب في اشرتين تخليهول كريمة خالص ناعم خالص هنحطه كده في طاسة كده صغيرة كده يا حبيبي نحطه كده يا حبيب قلبي كده معلقتين من النشا كمان معلقة وحنقلب اوي اوي مع بعضه كده لغيت ما يندمج مع بعضه يا حبيب قلبي قلبنا كده واندمج مع بعضه كده تقليب مستمر كده شميك الكعش مننا وهناخد الطاصة كده يا حبيبي وهنروح على البتجاز هنروح نعمل ايه على البتجاز عنحطه على النار احنا طبعا مش عاوزين نسخن او يدوبك يسخن مش عاوزه يغلي ده تقل بس كده تقل بسيطة كده وتحس ان السمك بتاقل شوية عنرفعوه منع النار لغاية ما يهدى وطبعا كده حبيب قلبي كده وطبعا عنقلبه برضو مع بعد تقليب مستمر كده وعتحطي بقى كده حتي كده يا حبيب قلبي كده على بشرتك بعد ما يبرد خالص كده والتن كده تفرق في البشرة بتحتك واتدلكيها على اساس يخش في المساب وتغيبيه كده اكتر من عشر دقايق على بشرتك وديك غسلها هتلاقي بشرتك بقت نعم فتح البشرة جامد قوي يا حبيب قلبي كده خلاص كده حطينا المسك كده وزبطنا وخلنا عشر دقايق كده وغسلنا البشرة بتاعتنا هن يجيب بقى برطمان جميل كده هن عبيه جوه البرطمان وهنحطوه في التلاجة من تحت هنحطوه في التلاجة كل ما تيجي تحب تحطي هننتعملي كده مرتين كده في الاسبوع ان شاء الله يا حبيبي كل ما تيجي تحطيه كل ما تيجي تستعمليه تيجي وغدا وتيجي عاملة بيه بشرتك وتيجي شايلات تاني وتعملهم وتتهنهم وغدا تكلمون في الكومنت كده وتقولوا رأيكم ايه في الفيديو ولما عم تعملوا المسك كده ان شاء الله برطمان رأيكم فيه وربنا اقدمكم فحياته وطبعا متسنوش في الشير واللايك والاشتراك وربنا يخليكم لي يا ربي حبيبي بقلبي